من عباس قال لو حدثتكم بمن أعلم من تفسيرها لَكَفَرْتُمْ كَفَرْتُمْ؟ الله الذي خلق سبع سماوات نعرف هذا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ اسمع بقية الآية يَتَنُزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ لا إلهي بين السماوات والأرضين بين أرض وأرض سماء سماء فِي كُلِّ أَرْضٍ آدَمْ كَآدَمِكُمْ وَنُوحْ كَنُوحِكُمْ النبي ماذا صح عنه؟ والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ومظلم قيدة شبري من الأرض طُوِّقَهُ من سبع أراضين تصريح بأن الأراضين سبع يعني هل هناك سبع كواكب أرضية بخصائص هذا الكوكب استضافت الحياة؟ بعدين في حديث دعاء القرية ورب السماوات سبع رب الأراضين السبع مرّة أخرى يا رسول الله مرّة أخرى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة آية عجيبة جعلوا الملائكة من الدواب هذا غلط واضح الله تبارك وتعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء والملائكة بإجماع الأمة مخلوقة من نور ثم قوله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة يا معشرة الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يُرسلوا عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصرها هل يمكن أن تحتمل هذه الآية إشارة إلى حرب النجوم أو حرب الكواكب؟ حروب ما بين النجوم هذا يعيدنا إلى رواية أشي جي ويلز الشهيرة حرب العوالم وحولت إلى أفلام كثيرة وماذا يتصرف فيها؟ ويتحدث عن كائنات مريخية شريرة أتت وغزت هذا الكوكب وأذاقتنا الويلات نعود إلى القرآن العظيم وعدتهم بأن هناك إشارة أعجب من كل ما مضى ما رأيكم؟ أعجب بكثير وهي الإشارة التي وردت في آخر سورة الطلاق في آية حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضوان الله عنهما كان يُجفل ويمتنع من أن يخوض في تأويلها بحسب ما فتح الله عليه وربما بحسب ما أدى إليه رسوله الأعظم ونبيه الأكرم صلواته ربه وتسليماته عليه وآله لأن مثل هذا أيها الإخوة قد يحتاج إلى توقيف على أن الآية ظاهرها واضح فكان يقول لو أخبرتكم بما أعلم من تفسيرها لكفرتم كفرتم؟ عجيب وكفركم فسر كيف كفرته؟ مش هتقول إنه فيش إله وفيش نبي لا 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 قالوا وكفركم إنكاركم هتقول لا غير ما أقول ما أقول يا أخي غير ما أقول قال هذا نعم الكفر كأنك ترد قول الله من وراء وراء طيب ماذا قال الله؟ الله قال بالواضح الصريح الله الذي خلق سبع سماوات نعرف هذا ومن الأرض مثلهن لا إله إلا الله يعني سبع أراضين؟ قال لك سبع أراضين كان ممكن يقول خلق سبع سماوات طباقاً لا أخلاها من النعت بالطباقية هذه لأنه لو قال طباقة لو وقعنا فيما وقع فيه غير واحد الضحاة وكثير من فسرين أن السبع الأراضين هي في الكوكب نفسه في هذا البسيط نفسه متراكبة طبقة فوق طبقة غير صحيحة الله ما قال طباقة قال سبع سماوات لماذا؟ لتتمحض المماثلة من حيثية ماذا؟ العدد طبق المماثلوين طيب فالعدد طبا قال سبع سماوات ومعناه سبع أراضين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن اسمع بقية الآية يتنزل الأمر بينهن لا إله إلا الله بين إيش؟ بين السماوات والأراضين بين أرض وأرض سماء سماء في وحي كما قلت الوحي مشغل مشغل هذا الوجود ما في شيء يخلو من وحي الله كله خاضع لوحي الله ويشتغل بوحي الله وهذا الوحي له درجات وطبقات قال يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدر لا إله إلا الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علم يحصر علينا أن أعلم وأرى الآن الحصر في عيون بعض الأكارم الجالسين يقول هذا لافت هذا مدج هذا معجب أين هذه الآية أين كانت ملسوسة ملسوسة في كتاب الله الذي ختمته ربما مئات من المرات وربما لم تقف عندها مرة يحزني جدا ويؤسفني حقيقة أننا المسلمين المسلمين هذا العصر مسلمين عصور التراجع للأسف الشديد فعلا كأننا نقرأ القرآن ونحن أعاجم لا نكاد نفقه منه شيئا نقرأه لنجوده الشياطر فينا نتعلم حكام تجود لكي يجوده ويتغنى به لكن التفكر التأمل ليس موجود هذه الآية أي حجيبة هذه غريبة ابن عباس قال لو حدثتكم بما أعلم من تفسيرها لكفرتم وكفركم إنكاروا ذلك لا غير معقول طب بلاشي ابن عباس قلنا نرجع لسيدنا سيد الكل إمام الركب صلواته ربي وتسليماته عليه وآله جزاه الله عننا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا في الإسارته هو صاحب هذا الفضل كل أنا أتكلم أنا متأكد وأنتم تسمعون ونحن ننطوي على نوع من التلذاذ والمشوقية صحيح؟ والشعور بالاندياح هذا الاندياح في النموذج كيف نفهم الأكوان كيف نفهم العوالم كيف نعرف موضعنا؟ بفضل كله لله بكلامه ولرسول الله المبلغ عن الله لولا هذا النبي العظيم لبقينا كما نعم لا خبر لدينا في هذه الأمور صحيح؟ أبداً أبداً لكن منذ البداية خبر موجود بفضل الله النبي ماذا صح عنه؟ والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من ظلم قيدة قيد يعني قدر مقدار ليس قيد القيد هو القيد القيد المقدار من ظلم قيدة شبر من أرض الناس تتعرف الأرض هذه من أحسن ما يتملك ويعتقد كما يقول يعتقد ويتملك فبعض الناس يعني يجور على نصيب جاره ولو بشبر هكذا وشبر طبعاً في طول مائتين متر تطلع مساحة مساحة هذه مهمة من ظلم قيدة شبر كان النبي يقول حتى شبر مربع يعني شبر واحد كمان من ظلم قيدة شبر من أرض طويقه من سبع أراضين تصريح بأن الأراضين سبع في سبع أراضين يعني هل هناك سبع كواكب أرضية بخصائص هذا الكوكب استضافت الحياة ودعمت الذكاء هذا الظهر يقول لي ما معنا سبع أراضين يعني هذه هنشوف لسه هنشوف كيف يهم ابن عباس الآية العجيبة بعدين في حديث دعاء القرية الذي أخرجه على ما أذكر الإمام الحاكم والإمام النسائي في السنة الكبرى وليس الصغرى في المشتبى والطبراني في الأوسط وابن خزيمة وصححه غير واحد من كبار العلماء النبي علمنا إذا دخلنا قرية أو بلدة لأول مرة أو عند الدخول ماذا تقول؟ اللهم رب السماوات السبع وما الظلن ورب الأراضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما الظلن ورب الرياح وما ذرين ورب الرياح وما ذرين والذريات ذروة فإنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها دخل القرية ورب السماوات سبع رب الأراضين السبع مرة أخرى يا رسول الله مرة أخرى سبع أراضين تصريح واضح تصريح واضح ولذلك أخرج الإمام أبو وكر البيهقي رحمة الله تعالى عليه والإمام الحاكم وغير واحد عن أبي الضحى أحد تلميذ بن عباس هذا تابع جليل عن أبي الضحى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال هي أو هن سبع أراضين في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسا كعيسا لم يقول كعيساكم ألف مقصورة هنا طبعاً وعيسا كعيسا ونبي يعني محمد ونبي كنبيكم الله أكبر قال لك الحياة العاقلة وتعدد الحياة وجردان وبرون وأحرقوا والقضية شبهة واضحة جداً في الحس الإسلامي في التصور الإسلامي في النموذج القرآن الإسلامي لدى المسلمين من أول يوم الحمد لله عن نعمة الإسلام هذا الإسلام قال لك الدين خرافات خرافات شوف العلم وين وصل الآن القرن الخامس عشر وين القرآن من أول يوم ومن الأرض مثلهن الحمد لله رب العالمين عوالم مسكونة ومأهولة شايف الإماء بقي البيهقي وهو الذي خرج هذا الحديث بسنده هو رحمة الله عليه لم يستوئذ ماذا قال؟ قال الحديث صحيح الإسناد إسناده كالنهار كما قلت في خطبة سابقة ولكنه شاذ بمرّة يعني كمبليتلي كما يقول هذا يعني بمرّة يعني شاذ تماماً يقول شاذ من جميع الجهاد كمبليتلي يعني شاذ هذا الحديث شاذ بمرّة العام تقول بالمرة بالمرة قال شاذ بمرّة كيف شاذ؟ لماذا شاذ؟ طبعاً هو يخالف النموذج المعرفي النموذج الكوني النموذج الفهمي عند الإمام رحمة الله عليه لا خلنا من فهمك يا إمامنا وشيخنا أعطينا السند الذي حكمت عليه بالصحة وهو صحيح بفضل الله أترك التأويل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق لا إله إلا الله يوم أتى لكن من قبل هناك من ينكر وهناك من يتردد وهناك من يتيه ويضيع وهناك من يلوذ بالصمت القضية بفضل الله كانت واضحة وبسيطة ولا تزال وأستغرب كما قلت عشانك أنا أستغرب من أبنائنا وبناتنا الذين يعني كما قلت حتى لا يقبلون بديهيات علم الفلك والكونيات اليوم ويعتقدون بوجود مؤامرة كونية صدقني لو كنا نعيش قبل أربعمائة سنة كنت سأتعاطف معكم وأقول ربما هناك مؤامرة من الكنيسة الكاثلوكية من الكنيسة المسيحي عمون ممكن ممكن أما اليوم والعلم مؤسسة عالمية كوكبية يتعاورها ويشتغل عليها أيها الإخوة ويتعاطى معها كل الأعراق البشرية ملاحدة وشوعيون ومؤلها وربوبيون وبلا أديام كلهم كل هؤلاء متؤامرون يا رجل عشان هيك أنا لا يمكن أن أتعاطف مع هذه الأفكار التي تروغ لبعض أبنائنا وبناتنا حقيقة لا يمكن أبداً لا يمكن أن أحملها ما أحمل الجد ما في مؤامرة كونية حبيبي وبعدين أنا يعني نسأل الله يرزقنا التواضع أن يرزقنا التواضع أنا أعلم أنني وأنا أولكم في هذه العلوم لا شيئ إذا المختصين زيروا على الشمال لا شيء لا شيء إطلاقاً لا سحى باقرة في الرياضية وفي أشياء أخرى وفي الهندسة وقضوا أعمارهم وليسوا خبثاء وليسوا لؤماء وليسوا شياطين لكي يغرروا البشرية حتى أتهمهم جميعاً بالتأمر هذا الكلام لم يعد مقبولاً الحمد لله بالعكس المفروض أن مثل هذه المعطيات الدينية المحضة النبوية الإلهية الربانية المفروض أنها تعطي العلم في عالم المسلمين وفي بلاد المسلمين دفعة قوية جداً يمضي بها حثيثاً وقد قاعد من قرون العلم الطبيعي بالذات قاعد في بلاد المسلمين لا إن كانت دسهم فيه بشيء لا يوجد أي نسبة للإسلام على فكرة لا يوجد أي نسبة إسلام حقيقي ما تقول ليش فاروق الباز والعصام حجي وفلاء قلة قليلة في أمة من 2 مليار مسلم وأربعمائة مليون حربي وين؟ ما هذا؟ للأسف ولسه ما زلنا أي نشتر مثل إيه؟ نظريات المؤامرة نظريات المؤامرة إخوتي وأخواتي لازلنا بمعنى من المعاني مع ظلالي وآفاقي أكبرية الله وأجلية الله تبارك وتعالى فهو الرب الأكبر والإله الأكبر الأعظم الأجل لا إله إلا هو أكبرية وأجلية على كل المستويات وبكل المعاني وبلا شك بما يجاوز كل ما يقع في الوهم من معنى ومن تصور وجدير بالإله الأكبر لا إله إلا هو الرب الأعظم أن يكون كل شأن من شؤونه شأنًا أكبريًا أجليًا كل شأن من شؤونه كل تصرف من تصرفات إنجاز التعبير لا بد أن يتجلى وأن يتكشف وأن يتبدى عن وجوه لا نهاية لها من العظم والكبرياء والإدهاش والإعجاب من ذلك بلا شك وفي أول ذلك خلقه تبارك وتعالى خلقه أي كل ما أوجده وكل ما أبدعه مما ظهر لنا ومما خفي علينا واستخفى مما دق ومما جل مما عظم ومما ضأل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب آية عجيبة من أعجب الآيات في بابها في كتاب الله تبارك وتعالى وكله عجب ولا يقضى منه العجب وما بث فيهما من داب تحيّل جماعة من السادة المفسرين حيّهم الله تبارك وتعالى فراحوا تسعون جاهدين ليجعلوا الملائكة مصداق قوله من داب لأنهم لم يستوعبوا أيها الإخوة ولا سيّما في تلكم الأزمان الغابرة حيث كان السقف المعرفي لا يسمح باستيعاب مثل هذا على أن القرآن الكريم واضح في الباب واضح في الباب وهذا هو بعض عطايا القرآن الكريم تعلمون موقفي الشخصي مما يدعى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم لي عليه تحفظات كثيرة جداً وهي من طبيعة دينية من طبيعة علوم دينية على كل حال هذا موضوع آخر ومع ذلك لست أنكر ولا ينبغي لمؤمن أقر بالله تبارك وتعالى وبإلهية القرآن الكريم أن ينكر أن القرآن قادر بالأمس واليوم وإلى انقضاء الزمان إلى أن يطوى بساط هذه البسيطة قادر على أن يلهم العلماء والمفكرين وذوي الاستبصار المشعوذ الصارم بنماذج وأفكار ونظريات سابقة لوقتها بكثير كثير بآمات بعيدة هذه الآية من هذا الجنس ضمن آيات أخريات كريمات جعلوا الملائكة من الدواب هذا غلط واضح مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء إذن ما يكون دابة لا بد أن يكون مخلوقا من ماء والملائكة بإجماع الأمة مخلوقا من نور ليست مخلوقا من ماء هذا أول الغلط هذا أول الغلط ولذلك لا يتبع الرجال على أسمائهم مهما جل ونبل المفسر والعالم وكان وحيد دهره كما يقال وقريع عصره وابن بجدتها وفارس حلبتها إلى آخر هذه الأوصاف التفخيمية التبجيلية لا يتبع مرء على اسمه أيها الإخوة إنما يتبع على الحق الذي يأتي به بدليله وبرهانه الدواب لا بد أن تكون مخلوقا مبدعة من ماء الملائكة مخلوقا من نور أيها الإخوة كما صح بذلك الخبر وأجمعت عليه الأمة فليست من الدواب بهذا الدليل ثم قوله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب والملائكة وروحه والعطف للتغير الأصل في العطف أن يكون للتغير جاء فلان وعلان غير فلان وفلان غير علان الأصل في العطف للتغير وللاته هنا أوضح من واضح هنا هذه الآية مثل آية الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما العلامة جار الله الزمخشري محمود الزمخشري صاحب الكشاف رضوان الله تعالى عليه فهم أن هذه الآية تحتمل أيها الإخوة آية النحل تحتمل أن يكون بيانها أو تكون بياناً لما في السماوات والأرض بمعنى أن الدواب كما تدب على الأرض تدب أيضاً في السماوات عجيب التسع ذهن أولاً أنه مسلم بكتاب الله سلم هنا هذا خبر إلهي الله يقول السماوات معمورة بالدواب انتهينا سلمنا مع أنها ليست الملائكة لمكان التغير لمكان التغير واضح جداً إذن هو سلم بأن وهذا سلم به وأومى إليه أكثر من مفسر جليل عبد الحق بن عطية في المحرر الوجيز رحمة الله تعالى عليه قال بهذا الفخر الرازي ونهيكم به ذهب إلى هذا في غير موضع في هذه الآية وفي آية العنكبوت وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أيضاً تشير إلى ما نحن فيه من طرف آخر ومن زاوية أخرى لكن هذه الآية وافق الإمام الفخر الرازي ومن المعاصرين العلماء الشيخ المفسر وهو بلا شك أجود مفسر العصر وأقواهم العلماء الطاهر بن عاشور صرح بهذا مباشرةً ومضعي في أسطر أن هذا ممكن جداً أن تكون السماوات معمورة بأجناز دواب لا نعلمها ولا نعلم عنها شيئاً باستثناء هذه الإشارة الإجمالية بمناسبة أيضاً إطلاق جيمس ويب هذا سبيس تلسكوب تلسكوب الفضاء جيمس ويب لأن هذا التلسكوب المعجب المدهش هو في بداية إدهاشنا سيستمر لعشرات السنين الله وحده أعلم ما هو كم المعلومات وصادمية وغرابة وعجبية هذه المعلومات التي ستترشح من خلال الصور التي يرسلها إلينا والله وحده أعلم تحدثوا الآن عن كوكب معين رصده هذا ورصد بعض ما يتعلق بكيميائه وغلافه وكذا لسه هذه في البداية هذه البداية فقط هذه البداية فأعيد الآن فتح ملف الحياة في الكون موضوع في غاية الإثارة وفي غاية الهمية يحمنا كجنس بشري يحمنا كجنس بشري لأنه لو صح وصدق واستقام أن في الكون حيوات وحضارات ومخلوقات عاقلة وذكية وقادرة على التواصل والتنقل وربما استعمار فضاءات وكواكب أخرى قد نكون في خطر شديد جداً قد نكون أمام خطر رهيب هل الآية من سورة الرحمن يا معشرة الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران هل يمكن أن تحتمل وهي تحتمل في الحقيقة هل يمكن أن تحتمل هذه الآية إشارة إلى حرب النجوم أو حرب الكواكب حروب ما بين النجوم طبعاً هذا يعيدنا إلى رواية إش جي ويلز الشهيرة في أوائق القرن التاسع عشر أظن ألف وثانمائة وستة وتسعين أو سبعة وتسعين حرب العوالم وحولت إلى طبعاً أفلام كثيرة وماذا طبعاً يتصرف فيها ويتحدث عن كائنات مريخية شريرة أتت وغزت هذا الكوكب وأذاقتنا الويلات وأذاقتنا الويلات هل ممكن أن تكون الإشارة فيها إشارة الآية إلى هذا ممكن جداً ممكن جداً يرسلوا عليكم أشواض من نار ونحاس إذن ممكن تكون حرب أيضاً بين النجوم أي بين الكواكب والأجرام السماوية طبعاً المقصود بالنجوم النجوم التي لها توابع وكواكب طبعاً وآلم ما يكون حرقاً عن خانسوق لأنه قال في كتابه العوالم اللانهائية عنده كتاب اسمه العوالم اللانهائية قال النجوم كثيرة هكذا قال النجوم في العالم في الكون كثيرة والنجوم التي لها كواكب تدور حولها كثيرة طبعاً هذه التأملات فلسفية جوردان وبرون لم يكن عالماً بالمعنى تقني الفن الآن للعالم وإنما كان فيلسوفاً مفكراً صاحب استبصارات وتأملات كل ما تكلمه ودبجه وحول هذا الموضوع تأملت فلسفية ليست نظريات علمية تستوفي الشرط العلمي لكنها ألهمت كل من أتى بعده تقريباً ألهمت كل من أتى بعده ولا زالت يعني تستطيع أن تلهم إلى حد ما يقول ولكننا نرى النجوم لأنها كبيرة ومضيئة لماعة ولا نرى الكواكب لأنها غير مضيئة وصغيرة ويعلم أنها أصغر بكثير من النجوم وتدور حول نجومها وتدور حول نجومها ثم يستثلي فيقول وإذا كان كذلك وإذا كان كذلك فليست تلك الكواكب بأقل حظاً من الأرض أن تكون مأهولة مسكونة وفيها حياء فلتذهب إذن نظرية مركزية الأرض للجهي هكذا ختم وهذا الذي أقضى بالكنيسة الكنيسة مصرة جداً على أن تحتفظ بالنموذج الذي يسمى مركزية الأرض جيوسنتريك موديل مقابل طبعاً النموذج الذي طرحه كوبرنيكوس قبل سنوات معدودة من كلام جوردانو برونو مركزية الشمس هليوسنتر موديل كنيسة تريد الأرض لأن الأرض كما قلنا الخطباء السابقة التي بعث فيها المسيح وبشر فيها وخلص فيها الأرض ليس الشمس وليس أي شيء آخر فلها الاعتبار المطلق على فكرة المسلمون أي اليوم كلما فكرت بهذا الموضوع ألمس بشكل واضح جداً من بعض أبناء وبنات المسلمين مثل هذا الإجفال مثل هذا الوجل مثل هذا التردد والتخوف من قضايا من قضايا العلوم الفلكيبة وما يتعلق بها وهي الأسف من بيننا من لا يزال مصراً على أن الأرض تقريباً هي شبه مركز الكون ومركز الوجود وأنها ثابتة ولا تتحرك وأنها فلات أو مسطحة مثل الطبق وأنها وأنها لماذا؟ فكرت كثيراً ربما من ضمن الأسباب أسباب جملة أسباب لكن من ضمن الأسباب النموذج الذي يقدر هؤلاء على استيعابه يتسم بالضيق الشديد يشعرون كما شعر من شعر بالضياع في الغربيين بالضياع التام إذا سلموا بنموذج الكون الوسيع والوسيع جداً بنصف قطر يتجاوز 46 مليار سنة ضوئية يعني قطر 93 مليار سنة ضوئية هذا الكون كما قلنا في قطبة سابقة المرسود أو القابل للرصد وإذا ضعنا طاعة الأرض وضعه كل شيء ضع كل ما يتعلق بمركزية الإنسان وأهميته ونبله واستخلافه في الأرض واستعمار الله له في الأرض كل هذا ضع لا يعود له معنى وطبعاً عقدنا الخطبة والمحاضرة الطوية التي بعدها للجواب عن مثل هذا الاشتباه هذا الاشتباه غير صحيح وغير دقيق ويكفي لا أريد أن أعيد الدرس أو المحاضرة يكفي أن نعلم أيها الإخوة أننا بفضل النفخة الإلهية التي نفخت فينا نستطيع أن نتواصل مع الأكوان كلها مع الأكوان كلها بأسرع من سرعة الضوء ملايين المرات ونستطيع أن نقفز من الفرش إلى العرش في أقل من ثانية كيف؟ بالوعي بالتفكير الوعي والتفكير الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه طبعا والكائن الوحيد الذي يفكر خارج حدودي وخارج حدود عالمه المرئي والقابل للرؤية فقط هو الإنسان عجيب بقوة ماذا؟ ليس بقوة التقنيات والآلات هذه جاءت متأخرة جدا قوة الوحي والإدراك لماذا هذه الخاصية الطفروية سميتها أو وصفتها بالخاصية القفزية والطفروية للوعي الإنساني وأنا فخت فيه من روحي ترجمة نانسي قنقر